صلاح كان المفروض يطير الى انجلترا امبارح واقعد معايا رئيس البعثة واقعد معايا المشرف على المنتخب واقعد معايا المدير الفني وكانوا بيقنقوه انه يسافر امبارح واللاعب اصر انه يسافر بعد مباراة كافيردي وهو اللي طلب انه يبقى موجود في المؤتمر الصحفي النهاردة بالمناسبة في المؤتمر الصحفي النهاردة محمد صلاح قال انه في بيان هيطلع من اتحاد الكورة وليفربول بخصوص الاسواة بتاعته ما قالش لما تسهل عن اصابته ما قالش ان انا هجيب المباراة اللي جاية اقول لبعدها بس عشان كان عارف قبلها بيوم زي ما قلتلك الحكاية اكبر من مجرد مبارتين طيب في سؤال تاني طب ليه اتحاد الكورة مبارح ما طلعش في بيان وضح فيه الكلام ده اتحاد الكورة ارتقى بغض النظر بقى في دي هنطفق او نختلف بس ارتقى اتحاد الكورة انه بلاش نعمل بلبلة دلوقتي ونستنى بعد المباراة جافردي ونحكي الحكاية مع ليفربول في بيان مشترك وبعدها محمد صلاح يسافر عشان اللعيبة او المنتخب ما احصلش البلبلة اللي احنا منتكلم فيها دي دلوقتي وهي ليلة المباراة للأسف احنا منتكلم عشان الحدث فرض نفسه هو الطبيعي ان احنا بقى كنا مركزين كلنا مع المنتخب بكرة وماتش المهم بس الحدث فرض نفسه ده كابتن المنتخب اهم لاعب في المنتخب اهم لاعب في تاريخ مصر فبطبيعة الحال هيبقى الكلام عليه طيب اللي حصل ان يورجن كلوب بعد مباراة ليفربول النهاردة طلع في المؤتمر والناس سألوا على محمد صلاح فحكى الحكاية حرق المفاجأة بيني وبينك يعني احنا مش محضرين حاجة احنا وليفربول احنا اتحاد الكورة وليفربول ليه يورجن كلوب حرقها فاضطر اتحاد الكورة بما ان يورجن كلوب حرقها انه يطلع بيان ويقول انه صلاح هيسافر ليفربول وممكن يبقى معنا قبل مباراة نصف النهائج اتحاد الكورة هيوضح كل ده من رئيس البعثة الاستاذ خالد الدرندلي بكرة بعد المباراة انا جبتلك كل اللي هيقوله استاذ خالد الدرندلي بكرة بعد المباراة بالمناسبة هو مش عايز يتكلم دلوقتي عشان ما يفكدش المنتخب تركيزه اقام له مباراة كاب بيردي دي المعلومات ودي الحكاية كلها وتاني وطبقا للمعلومات وليس دفاعا عن محمد صلاح عشان عارف الناس لوقتي اي كلمة هتتتقال كويس الحق ده بيقوله محمد صلاح كويس انا هقول كويس بالمناسبة يعني مع كامل الاحترام والله لكل الناس وكل القراء اللي فوق راسي واللي بقدرها ومتفهمها جدا وفكرة ان محمد صلاح يبقى مش موجود في المعاسكة المنتخب دي حاجة تخض يكونو كابتل للمنتخب اكتر حتى ما يبقى رجله كمال في الملعب حاجة تخضه والدايق بس ازا حلاك تفهم المعلومة الراجل ده مبارح كما فودي سافر وانا هفضل مع فريقي لحد مباراة كاب بيردي تخلص ان شاء الله نسعى للدور القادم بي